السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم خياتي في فيديو جديد لنهاء اليوم إن شاء الله تكونوا كامل بخير وعلى خير إن شاء الله الفيديو تاعي ربي تلقاكم في أحسن أحوال قبل ما بدأ الفيديو حبيت خياتي تدعي بالشفاء العاجل الصديقة متتبعة وفية للقناة تتعنا والأغر دايما تعلق واليوم حزت في خاطر قال تدعو لي بالشفاء أنا أني مريدها بزاف والمرض تتحى تعبها هي مالا خياتي اللي تحب ناول وتحب الخير وتحب تعاوي الخير تدعي لهذه الأخت وكامل المرضى الشفاء العاجل اللهم آمين يا رب العالمين وتاني تندعيه بالشفاء لوليد صديقة تانية ومتتبعة للقناة وفية ووليدها تكسر ربي إن شاء الله يشفيه ويعافيه ويرفع البلاء عليه وعلى كامل المؤمنين خياتي الفيديو التعنا اليوم متنوع وحبيت نبداه بهذه الطمينة اللي ركوا تشوفوا فيها أنا رايحة نديرها في خاطر واحدة مشتركة كانت تقول لي ناول كل يوم ديري لطمينة لاني حابا نتعلم طريقة طمينة العاصمية حابا نديرها بطريقة كنتية وكيفاش تديريها قالت لي راني رايحة قريب نولده طمينة ما زل ما درتي ليش نقول لها سمحي لاختي العزيزة والله العادي مغير هذا ونكتب ربي المهمة لاني لحقتك قبل ما تولدي ربي إن شاء الله هياطك وقفة سهلة ونفرحه معك كامل اللهم آمين يا رب العالمين ربي إن شاء الله ما يحرم حتى واحد من نعمة الدرية لي راهيم تمني الدرية إن شاء الله رب العالمين يعمر حجرها دقيق كما شته خياتي خديت دقيق الموايا وحمصتو من غير ما نحبسو التحرك بالمغرفة طب حاجة بين دقيقي حب مقلة تكون تقيلة ونحمسوه مليح مليح تياخدنا هدك اللون الدهبي وش عندنا حني رايحة نعطيكم المقادير مضبوطة هكذا ينشاء الله تديروه وتنجحو في الطمينة كيفاش تجيكم معسلة تجي هكذا كمعلكة ماتي باش كي تصبح غدوة من دك راه يا رايحة تقعد على حالها وتجي بنينة ما تحسوش هادك السمن عفوا زبدة فايدة ولا تحسوا العسل حلوة بزا فران يا رايحة نعطيكم كما راكوا تشوفوا المقادير بالكاس ديروا مثلا هكذا كيلة تاع العسل تقابلها كيلة تاع الزبدة الطمينة العاصمية الأصلية الناس العاصمة يديروها زبدة حقانية ويديروا العسل ويديروا الحرور اللي راكوا تشوفوا فيهم تاع النفس شحال من وحدة سقسي تقول لي أسكو حرور الحرور هما نفسهما راس الحانوت نقول لكم لا لا الحرور هما وحدهم والحرور بطبيعة الحال هما تسعة توابل الأول هم يكون الخنجلان يكون قرفة العود وعلى بالكم القرفة هي من أقدم التوابل اللي كينا كين الجوزة القيقة كين سكنجبير كين فلفل لكحل من الأفضل يكون بيض كين القرنفل كين الكبابة كين جوزة الطيب وكين الهيل هادو ما كامل من المستحسن يكونوا عرف ويكونوا عواد الحاجات المثال اللي يكونوا كيما نقولوا سكنجبير ولا العود ولا تعلقرفة مش العود كيما تعلقرفة العود هادو ما كامل نحكموهم نحمسوهم في المقلة كين يتحمسو نرأ ندرسوهم مرما يتدرسو نصفيوهم النفسة نديرو كمية قليلة بسكو شوية قطعين خياتي ويجو تانيت نفسهم اللي يجو فيشطيط حتى على الحم ونفسهم اللي يجو فيشطيط حتى على الجاج معنى هاكين طيبوا للنفسة نديرو لها خياتي من هادو الحرور راهي رايحة تطينا دوق مميز وكيما نقولون مفيدين بسكو فيها شحال من هكذا من تابل اللي مفيد للصحة هنا خياتي والقرنفل خاصة القرنفل من نسا وهشخياتي راهوا على بالكم باللي راهوا هايل هنا عندي كيلة العسل عندي معاها كيلة تعزبت الحاجة المهمة هنا يكن نروحون ندوبو العسل عمرنا من دوبو العسل ونخله يسخن حتى يغلي إلا خلينه يغلي يعرفوا بلي طمينة تعنا راهي رايحة تحبس هنا ناخدو هاداك العسل ونقعدو نحركو فيه باش ما يسخنش بزاف يوفو نصيبو هاداك العسل والسمن ماذا نقول سمن سقط في السمن لا لا العسل والزبدة اخياتي يوفو نصيبو هاداك الزبدة شغول طرات هاكدا ينحيوها وتكمل الدوب بالحرارات هالعسل اللي كان سخن معانتها ما خلوش هاداك زبدة والعسل حتى يغلي ويديروا الفقاعات عارفوا بلي طمينة تعنا راهي رايحة تحبس هادا كيداك العسل يسخن وهاداك الزبدة تقعد حبيبات احنا نكملو ندورو هاكدا يحتن دفيوها وراهي رايحة تكمل الدوب على خطرها هاوليك هاداك دقيق تاعي اللي طاب الله الله على حبة حرقنا بلا ما حبسنا بس كولو كان نحبس ودقيقا راه ورايحي شدمل تحتوي ديرنا النقطة الكحلة ودقيق تعنا وطمينا تعنا اكيد ما رايحيش رايحة جمليحة انا هاوليك هادا الحرور تاع نفسه صراحة مرانيش رايحة نديرو حبيت برك باش نعطيكم الوصفة الاصلية اللي لازم تكون طمينا العاصمية بالحرور تاع النفسه بصحانة لادرتهم خاصة وليدي يشموا مرهوش رايحية كلهما لانا مدبيا ندير الحاجة اللي تاكلها العائلة تاعي وحبيت نوه باللي قطمينا حاجة بينها تجيب الحرور يفرح بها وليداته ويأكلها بصحة وليهنا شاء الله انا برد تاعي تاعي خياتي رايحو طيب درت شوية تاعي شوفوا طمينا تاعي جت مع الكا جت ما شاء الله والله العادي مغنودكم ما شاهيكم درتها صبحت للصباح ثاني تقعدت منها ما شاء الله شوفوا كيف شراه ياتبان في الكاسرون رايح شوية تقيلة ومسح ينفو وتنحط في التبصير هي رايحة الخفرحة مطلع ليش هدك لدم زايد مطلع لحس المجاش زيادة وهنا التزيين اختياري ندت لها شوية حلوة ترك يعني دوكاتي كلنا نديرو حلوة ترك بكري كانت غير هذيك القرفة اللي كانوا يحب ويشبحوا بيها ولا التوابل تاع النفس تسليتوا الداخل خياتي كما قلت لكم هذي هي طمينة بالطريقة الصحيحة تديروها كما قولوا ان شاء الله وتاكلوها بس حول هنا أنا صراحة فين فاسي وما ناكلها بزاف بسكوش غل ما نقدرش ناكل هكذا حاجة بزاف مي بالصحية ما تمنطرف تقول أنا هي النفسة ما تخطينيش مدار نحمص بكمية كبيرة وناكل منها كل وقت مع انته تقدروا تحمصوا تخلوا هذك دقيق وقت ما سحقيتو راكو رايحين تستعملوا شوفوا هذك لاتي التاعجة ما شاء الله المرة جاي راني رايح ندلكم هذك لاتي صحراوي كيفاش يجي يجي ما شاء الله راني رايح أخياتي نشارككم بالوصفة تاعو اليوم شاركتكم بالطمينة كما قلت لكم تزين زينوها بالحاجة اللي عندكم أنا والله غير عزيز علي ندي لها هذك هذك الزائد تعزمان وندير نقطة 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 وش تجيني ببنينا نشوف فيها واحد لا نستارجي ما نحكي لكم بش مي بالصح خطرت أنا نحب نزينوها بطريقة عصرية أنا دوكاتي كنجوز لهذك ليفي تاعي وهذك الفايونس أنفاس الفورنو والبوتاجي أنا نغسلو يوميا صراحة خياتي ندخلو في وسط شغلي على بلكم باللي نغسلو نقلي ونقلي وبطاطا خاصة هذك نشالي في البطاطا إلا بدنا نقطعو فيها له رايح يطير قوش يضغوات هنا بالنسبة لهاد الكرافة زيت تقسون يدخلو للبوش انتح أسكو يتغسل نرمال هي إلا بخاتي كنا نقول كما راكو تشوفو فيها خياتي تقدروا تغسلوها عادي والبوش انتح يتغسل عادي أنا كنت خلاص القرعاء نغسلها عندي هاد المنظم اللي راكو تشوفو فيه يرفض معنات القهوة يلمهم لكامل عنده هاد اللي بغتاع ينحل يدخل داخل الليفي بخاتيك صراحة أنا مساعدني بزا بزا في الخدمة عندي هاد المعنات التاعي كما راكو تشوفو راني غسلتهم نجوز نشف الحاجة تحب التنشف بش ما تضب بش ما تشهاب أنا منديش الخلطات ما نكذبش على خياتي كما دايما تعودت عليا نقول لكم أنا ماشيت خلطات بزا هنا نخدم يعني نخدم يوميا ما رانيش محتاجها خلطة للتبيض كل يوم رانيش هادك الحبل وتشوي لقطعنا والدنيا كما نقول دايما تبرق والحمد لله هادي هي الكوزينة التاعي هدا هو البوتاجي التاعي هدا هو الليبي التاعي راني كملت هادي كل الأمر واقعت لك انت تخلطي انت تديري لي وانا ينخلص جسنا نديرو عجينة تعلبيتزا خياتي اللي درت هالمره اللي فاتت في الفيديو اللي فات شي هدا اللي قبل ودرت فيه البيتزا لاني رايح هنحط لكم الوصفة بالتفصيل في صندوق الوصفة هندير تشكيلة المملحة تخياتي هادي اللي درت هالي ياخت طبيعي تشكيلة جيم ما شاء الله يعني هندير منها الخبيزات هندير منها شوفوا خمر الله جاية شوفوا إلا رايحة نفخسيهم وراني رايح هندير منهم لك خواسون بالفخوماج عندي هادي العجينة تاعة يقسمتها لاربعة زوج نصوصة هندير بهم هاد الفطيرة العملاقة اللي تجي كما بداية الفيديو شتوها تجي تقول خبزة مسكت تجي ما شاء الله صراحة ان هاد البصل وطماطيش خياتي بعد لي من هاد البارح اللي طيبتو درت جواز بصل وطماطيش وهنا بالمناسبة كين هاد البصل وطماطيش واكيد مالينا كانوا يطيبوا بصل وطماطيش اللي في شوية الحيمة تاع البقري وفي هوميمتون الحميصة هاداك حكاية وحد اخرى ميبصح بصل وطماطيش اللي درتو هنا البارح هاداك خفيف ضريف لماشي مكلف بصل حاجة ما تروح في الكوزينة درتها هاد هاد الفطيرة العملاقة يعني والله العادي مغرجت ما شاء الله جزء لهاد الخبيزات التاعين طيب هم هكذا يا فرغين من بعداتي كنان يا رايحة نقسمهم ونفقسيهم بأي حشورة يا رايحة نختاروا سواء حاجة بردة في بردة ولا ندير الفيونداشي ولا ندير الهاسكالوب المهم هاد هاد الخبيزة تتعمريهم بالحاجة يعني خدعت ورحكم بقدرة تعالى العدس كيمتاعي تعالى البارح ما راكوش رايحين ما مش رايحين يروحوا في الخسارة وتقدروا تكلوا بها وهنا بالمناسبة كي قجمت معكم وقلت لكم إلا حوزوني على العدس تبيتوني وكامل فتحتولي ببداركم روحوا إن شاء الله ربي يفتح لكم ببن الجنة وين تروحوا وتصيبوها خدرة من قدامكم وخدرة من موراكم يوجه الخير ربي يخديكم لي إن شاء الله يا طيبة ربي يعلي شانكم ويكبر مقامكم كي ما راكو تكبروا بيا ونقولكم الله يعطيكم الخير هادي العجينة المدورة درتها ليك خواسون كي ما راكو تشوفوا قطعت لي كيش حال من حبيبة صلة تنبي رهم تمني يالله يبارك العجينة هادي درت فيها كيلو تعلف فارينا راكو رايحين تنوع وتكونوا إنفامين انبروز رايحة تكفيكم كي ما أنا يا هكدا يولغ الحمدول اللي هنا ناكل وندوق معا معا الحباب وكي ما راكو تشوفوا كين حاجات يقعد لي كي ما هدوك الخبيزات درتهم في سويشي وخبيتهم في الكنجيلاتور نهار نكون نزيد معا حاجة خفيفة ونديرهم هكدا دي صندويتش كين كون زي ما دخلت هكدا اختصت في الشغالات وما كملتش انكل اخلو ليداتي وندير لهم هكدا يخبيزتي فترو بهم غير تكون صحة هكدا هملك هدو ما لك خوا صندويتش هنا لفرص تقدروا 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 أنا راني ديلة صندويتش يعني لقوة على الفرماج اللي تحبوه أنا هدو لغ يدوب لاني رايحة غلا قسمتلكم حبيبة مش رايحة في بداية الفيديو عبصت عليها يعني حتى هدو 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 تقدروا تديرو راه رايح يجي ابنين لبس عليه اي فرماج راه رايح يجي كم ابنين اللي مدارين تستعمله كل واحد وش يستعمل في دار وكل واحد وش يدير زدت لهم هدو ولاد الجج من فوق خياتي ورشيتهم بالجلجلان ولبسان وش بالحاجة اللي انتم ما تحبوها هايلي كذلك الفطيرة التاعي كيف شجت بعد لي شو بصل وطماطيش على شنرمو نعم تربي واصلا هدو الفطيرة بنتها بل هدو التوعي جو سمان الله يبارك انفخف خين حنيكاتهم راهم حمورة طابوا بطبع وش يعني ما عاودش خليتهم يخمروا في سنة واخياتي سوخ بلا صغير كملت درتهم را هي سخانة تقتل انفو تخمر العجينة انتي بيد ما تكملي تحليهم وتدهنيهم وتصيب وقض البنبونات هما شعلت لهم الفرن أنا دايما نقلكم عندي فرن نحب نشعله من فوق من تحت أعلى مرة ونديروا هكذا هذيك الفرفارة هواي باش يطيبوا لألاف ونديروا على درجة حرارة 180 شوفوا خياتي هاد وياخدوا لي وقت في الطياب تقريبا واحد الديميون تباركته والطياب يعني نقدر نقلكم أنا عشرة وحد آخر يقلكم خمستاش وحد آخر يقول لكم عشرين هذي تولي للكويزيني يغتعكم ولا الفوق أنا الفوق تعيش عد بتري سيدي الطياب بتاعه يكون غابيد مع أنت ما تاخدوش مقياس تعوي حاجة تفقوها للمبتدئات كيف اشتفيقو للمكلة طابت من الريحة كي تشمو هذه الريحة تعلق المكلة معنى هارهي طيبة قبل ما تطيب هذيك العجين تاعنا ولا الخواص لأي حاجة داخل الفرن وما نشري نشمو الريحة بس ينفو شمينا الريحة نعرفوا باللي المكلة تهنا طابت هاي كهذه طيرة تعيران يقسمتها راي سخونة غليت عارفو حرقت لي يدي وانا تعرفوني حرك حرك الخفة والغلق ماذا بي نصور كل على مرة ونرفض الله غالب على بلكم المسؤولية كبيرة وكل طايح على رسنا وربي يأطينا القدرة ويأطينا كما نقول الصحة هذا ما كان إن شاء الله سوف نفيد فيكم ولا وبحاجة صغيرة إن شاء الله هاني كما نقول إذا كان فكرة تلفدوها من القناة أنا والله العدي سوف أعطي هكذا وش نقول لكم دكاتيك قولكم إن شاء الله كان هذا الروتين الصباح يخفيف ضريف يكون إن شاء الله يا رب العالمين يلاقينا ربي في ساعة الخير ترجمة نانسي قنقر